تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله دعوة من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل تسلمت دعوة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل جبير خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم وزير العدل حافظ الأختام المبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد الرشيد الطبي وجرى خلال الاستقبال بحث اللاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك